السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. هنعمل النهاردة روتين غدا خفيف كده وسريع جدا جدا جدا. يعني روتين غدا بحاله في سبعتاشر دقيقة. تمام? آآ كله سريح سريح كده. وكمان البنات الجدات اللي لسه يعني جدات في المطبخ هيستفيدوا ان شاء الله بإذن الله كتير من الفيديو ده. وكمان لو انت ست بيت وشطرة وعارفة كل حاجة اكيد في بعض التكات. ممكن ما تكونيش عارفاها. تابع الفيديو. ان شاء الله بإذن الله. اوعدك انك هتستفيد كتير. هنعمل النهاردة. اللهم صلى على سيدنا محمد. هنعمل سمك مقلي. وهنعمل كمان آآ رزة صيادية. طريقة حلوة جدا جدا. وطعم طحفة. تمام? وهنعمل برضو آآ سلطة وكمان. اللهم صلى الله محمد. هعلمكم ازاي تنطفوا السمك. لو انت لسه صويرة ومبتدئة. ومش عارفة ازاي تنطفوا السمك. طبعا انا عارفة ان كلكم شطار وماشاء الله اسزل في المطبخ يعني واحسن من بكتير. بس زي ما قلتلكو. انا يعني الفيديو النهاردة موجه للبنات الصويرين. اللي لسه يعني ما بيعرفوش يعملوا حاجة في المطبخ. لسه بيتعلموا يعني. فان شاء الله بإذن الله يستفيدوا كتير من الفيديو ده. ولو انت يعني من ضمن البنات او انت ست بيت وكريمة شوية حطي لي برضو اللايك يعني مش هتخسري حاجة. تمام? حطي اللايك ولو انت مش مشتركين معي في القناة انزلوا اشتركوا. عشان ان شاء الله بإذن الله هعملكوا رتنات غدا كتير من ده. وان شاء الله بزن الله هتستفيدوا منها كتير. تمام? يلا بقى نشوف الغدوة الحلوة بتاعتنا النهاردة دي عملناها ازاي? طبعا كلنا بنحب السمك يعني انت ما بيختلفش عليه اتنين. تمام? وماشاء الله الطعم النهاردة طعم كده من الاخر. يعني ما تقوليش بقى ايه اه افخم المطاعم ومعرفش ايه والشفات وكده بص احنا كل واحدة خلاها شيف في باتها. زي ما اتفعنا قبل كده كل واحدة مننا شيف في باتها. اه تعملي بقى اللي انت تحبيه وعملي اكل بحب وان شاء الله وبزن الله هيتلع معاك حلو جدا. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى وندخل بقى على الحوض ونشوف هنعملين. اول حاجة نصلى على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي وافحابي اجمعين. اول ما نبدأ ايه ايه انا كده نقول اللهم اخرجني من حولي وقوتي واتخذني في حولك وقوتك يا زي القوة المتينة. نبدأ بقى ايه ايه انا كده بنشاط ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ ننضف السمك بتاعنا معي سمك بلتي او سمك شبار يعني في ناس بتقول عليه شبار وفي ناس بتقول عليه بلتي هو اسمه سمك بلتي. آآ تمام طبعا احنا هنا في كفر الشيخ مشهورين بالسمك البلتي ده يعني حاجة كده مقدسة عندنا السمك البلتي دي نحن. هنستعمل المقاصة زي ما قلنا وهنبدأ بقى ايه اه نقص بقى اللي ايه الديل وكمان اللهم صلى الله عليه وسلم محمد جزء من الغطر اللي على الخياشم ده. بقص كده نقصه وكمان آآ اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اي زوايد على السمكة ببتدي اللي انا قصها. والبق كده ببتدي اللي انا اشيل نصه كده بالآه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد آآ باسمه ايه بن مقاص. وكمان افتح بطنه واطلع كل الامعاء اللي ببطنه وانضفها بالفرشة الصغيرة دي. على فكرة الفرشة الصغيرة دي. حلوة جدا في تنظيف السمك وفي تنظيف حاجات كتير. يعني لو طيور برضو آآه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد حاجات آآ زي كده. والاسماك كمان بتبقى تنظيفها جميل جدا. وكمان ما بتقلقيش ما بتهريش السمكة من جوه. آآ بتخليها بصراحة دعكتان كده بتبقى زي الفل. آآ الله محمد انا هبتدي اللي انا دلوقتي اعمل معكم السمكة كمان بس ببطء شوية. علشان آآ البنات الصغيرين يركزوا. ولو انت بقى ست بيت ويعرفة الموضوع ده طبعا كله فانت تقدر انك تسرع الفيديو وتقدمه شوية. عشان تشوف اللي ايه الخطوة اللي بعدها. تمام? الله محمد زي ما انتم شايفين كده انا شيلت الزعانف وكمان ببتدي اللي انا اشيل آآ زي ما انتم شايفين كده نص هو الغطل اللي على الخياشم ده. آآ الله محمد. وهبتدي اللي انا اشيل كمان العين يعني طرف المقص كده وادخل وتحت العين واطلع العين سليمة ما يعني ما فعصهاش يعني اطلعها سليم. تمام? وابدأ اللي انا ايه خلاص شيلت العينين بشيل بقى جزء من الفم. في ناس بقى بتريح نفسها وشيل الراس ده خالص. بس انا بحب اعملها كده يعني شيلت الراس خالص السمكة بتبقى خلاص بركتها راحت زي ما بيقول. تمام? بس انا يعني بننظف كل حاجة فيها بحلها نظيفة جدا. وفي نفس الوقت بحتفظ بالراس آآ فيها. تمام? آآ الله محمد بعد نظفت كل الزوائد اللي حوالين السمكة. بابتدي كده اللي انا ايه يعني ما بستعملش سكينة بنفس برضو المقص علشان ما زفرش الدنيا. وابدأ اللي انا آآ امشي كده عكسي. آآ عكس اتجاه الاشور اللي على السمكة. وابتدي اللي انا اشيل كل الكشور ده. تمام? آآ الله محمد خلاص شلنا الكشور وشلنا كل الزوائد اللي حوالين السمكة. وشلنا العين وكمان جزء من آآ الخاشيم او الغطل على الخاشيم ده. هبتدي اللي انا افتح بطن السمكة كده بالطول زي ما انتم شايفين. وابتدي اللي انا اطلح كل الامعاء اللي جواه. تمام? آآ طبعا يبقى يعني في سواد كده جوا في السمكة من جوا. هبتدي اللي انا اشيل ده كله بالايه? بالفرشة. آآ اللي انا وردها لكم دي. آآ بصراحة الفرشة دي زي ما قلت لكم جميلة جدا في التنظيف. انا كنت شارية تلاتة. التلاتة كانوا عاملين. والله مش فاكر اولا خمسة جنيه لسبعة ونص. هي يعني حاجة زي كده يا بقى. خمسة لسبعة ونص مش اكتر من كده. كانوا تلاتة بس بصراحة جمال كده. آآ ريحون بصراحة في حاجات كتير. بتدي بعلنطف كل كمية السمك بنفس الطريقة. وبعد كده هبتدي ان انا اخسله آآ ما بخسلوش بحاجر بشوية ديء كده. علشان زي ما انتم عارفين ان دي بيضيع الزفارة بتاعت السمك. او الطيور او اي زفارة عامة. تمام? الديء حلو جدا في تضييع الزفارة. وكمان امن على الصحة. يعني مش آآ يعني مش زي اي من الزفار لو هتخسل بصابونة او اي حاجة. في ناس على فكرة بتخسر بتخسل يعني الاسماك والطيور بالصابون. آآ بس الله مش رسو محمد آآ يعني ما هيش آآ حلوة للصحة يعني تقى غلط على الصحة. تمام? آآ طبعا بيبقى داخلها حاجات آآ مواد يعني آآ مضرة بالصحة. فالله مسرس محمد ما ينفعش نخسل باي من الزفارة لحاجات اللي هناكلها. فطبعا آآ ابسط حاجة انك تخسلي بالدقيق هيضيع اي زفارة معاك. تمام غسلنا السمك حلو قوي بالدقيق وشطفناه برضو من اصار دقيق حلو جدا. آآ يعتبر كده ما فيهوش اي زفارة. فبرضو احتياطي اللي انا هخسله كمان بلمونتين كده. هحصل عليه لمونتين. وهبدأ ان انا يعني اسيبه شوية كده في آآ اللمون. وكمان ممكن تروش شوية ملح وتحبط علي مية وسيبيت ناعك كده شوية. وهي اللهم اصلاة محمد. انا بالنسبالي هاخدته كده باللمون بكله في التلاجة. آآ اللهم اصلاة محمد لعوقات لما اجي اعمل يعني اما اجي اما اعمل الدقة بتاعته فيها يعني وابتدل لانا احشي. ولو سمحتوا اي اصوات كده يعني عادي ده باتول الصغير على فكرة يا اللي فريحي. مش عارف او ده فين على مدابلش الفيديو والله. هنحتاج بقى للدقة بتاعت السمك. اللهم اصلاة محمد دي عصير لمون وهحتاج كمان آآ توم وكمان كزبرة وكمون وشطة والله محمد ملح وشوية خل وعندنا هنا كمان آآ فلفل افضل لو عندك فلفل احمر يبقى تمام فلفل اصفر كمان يعني فلفل الالوان كده على بعضه تمام برضو والله محمد وكزبرة. خدت كل الحاجات دي على بعضها في الخلاط. وخلطتها طبعا في الكبه يكون افضل بس انا بصه صرحت كل يعني ادقيت في الهون ولا عندي كبه اصلا آآ اللهم اصلا محمد فانا عملته في الخلاط كده على السريع ما فيش اي مشكلة برضو. النتيجة تبقى برضو حلوة جدا. هبدأ اعمل فتحات كده في السمك زي ما انتم شايفين فتحتين كده في كل سمكة علشان تتشرب التدبيلة كده وتبقى ايه آآ اللهم اصلاة محمد السمكة طعمها حلو كمان معي. فانا هبتدي اللي انا احشي كل السمك ده كله بالخلطة. والهم اصلاة محمد واسيبه في التدبيلة دي يعني حتى مص ساعة يعني لو انتم ساعة كده حتى ربع ساعة ستي. تمام? كل ما تغيبه في تدبيلة كل ما يكون برضو افضل تشرب كده من تدبيلة السمكة واللحمة من جوة يعني شرب تدبيلة وتبقى السمكة طعمها حلو معك. تمام? آآ زي ما قلت لك اللهم اصلاة محمد لو عندك فلفل احمر يعني هيخلي الخلطة دي لونها احمر فهتبقى شكلها كده حتى حلو معك. تمام? وازي ما انتم شايفين كده هبدأ اللي انا ادخل خلطة في الفتحات اللي انا عاملها في الظهر وكمان في البطن في كل حتة كده في السمكة. وشوية كده برضو على دهر السمكة واسيب بقى كله على بعضه كده في حاجة آآ اللهم اصلاة محمد حطهم كده في حاجة على بعض يعني. واركلهم بقى على جنب شوية او لهوات غيبهم شوية حطهم بقى في التلاجة من تحت. وابداي اللهم اصلاة محمد جاهزي بقى لايه الكوفر الخريجي بتاع السبك. هو عبارة عن ايه? عبارة عن دي وكمان آآ حوالي كده معلاتين تلاتة من النشا. وهي اللهم اصلاة محمد شوية كده من الملح. وكمان آآ اللهم اصلاة محمد معلقة كده كبيرة من الكركم. فانا حطيت شوية سواري مكترتش بزرعة يعني. اعتبر نص معلقة. ممكن تحط المعلقة جبيرة عشان تبقى ايه? لونها اصفر كده معاكي. يعني لون السمك اصفر كده وحلو يعني. دهب كده وحلو. تمام? آآ اللهم اصلاة محمد وحطيت كمان آآ زي ما قلت لكم ملح وكمون. وآآ ممكن تحط بابريكا برضو عادي. مش ايه مشكلة خالص. وحطي الكركم وحطي اللهم اصلاة محمد آآ خلاص تحطي النشاة. تمام? هقلت بقى كل الخلطة دي كلها مع بعض. ويبقى كده الفطة الخارجي او الكفر الخارجي يعني بتاع السمكة خلاص. جهز معايا. ونبدأ بقى بقى اللي احنا ايه نجهز الزيت اللي هنقل فيه. وهتعمل مع بعض دلوقتي برضو الرزة السيادية. وحشان اعملوا الرزة السيادية هحتاج ايه? حلاف على النار وحط فيها شوية زيت. وطبعا يفضل لانا اعمل تعملي يعني رزة السيادية ده بالزيت. تمام? انا حطيت شوية زيت في الحلة لما سفنوا ونزلت عليهم بالبصل وكده مش عاد في ادابلج الفيديو خالص منك يا باتول. بوتي. ايه? بس. ايزة خلص. طبعا. قلنا ايه بقى عشان باتول نسيتني. اه حطينا زيت على النار. وحطينا البصل. اللهم حطينا فلفل اسود. حطينا هنا فلفل اسود. ماشي? معلش بس احملوا بنت النهاردة. يا الله يكون فوانها برضو. حبيبتي تعبانة والله. ربنا يشفيها يا ربي وعافيها ويشفي اولادنا واولاد المسلمين. حملنا ايه بقى دلوقتي? لو مستوى محمد اه زي ما قلتلكم او مش فاكرا انا قلتلكم ولا تكوش. والله بصراحة يعني النهاردة متل عبط. حطينا البصل في الزيت. وهنبدأ ان احنا نحمر البصل لغاية لما نوصل يعني نوصل به للون البني اللي انتو شايفينه قدامك ده. يعني ما يبقى لونه بني محروع او بني غامق. خلاص بعد ما وصلنا لللون اللي احنا عايزينه. هنبدأ ننزل بكمية المية على قد كمية الرز اللي عندي. وطبعا للبنات اللي اسه مبتدئين كل كباية آآ رز مصري آآ يعادلها آآ او يعني تحبت عليها كباية آآ مية. تمام? كباية رز وصطها كباية مية. تمام? حطينا المية وحطينا ورق لورة وسبنا المية تقلي. وهنبدأ نجهز السمك بتاعنا. احنا هنحتاج هنا مية وهنحتاج الكفر اللي احنا آآ المصرص محمد عملناه مع بعض. خلطة اللي احنا عملناها بالدقيق. نبدأ ننزل السمكة كده آآ اللهم صرص محمد في دقيق. اللي عرض لما تاخد يعني كل الجوانب كده دقيق وهنبدأ اللي احنا آآ آآ اللهم صرص محمد زي ما انتوا شايفين اهوات هعمل كمية اللي هحطها دلوقتي في الزيت. وهنروح دلوقتي عند الزيت ونشوف هنعمله ازاي. ده السببك وده المية هنبدأ بقى احنا ايه نغطس السمكة كده في المية نغطسها ونطلعها على طول ما نغايبهاش بمجرد ما تغطس في المية طلعي على طول. اهو صف المية كويس قبل ما تحطها في الزيت علشان يعني ما تقللش من درجة حوالة الزيت او نهية برضو الزيت بيترطفش عليك. كده اه زي ما تشايفين كده انا بعمل خطوة دي ليه علشان الله محمد الديوء كده يزبط على السمكة وفي تفس الوقت ما ينزليش في الزيت ويحرق لي الزيت. اه طبعا هتقول ليه كده أنا عاجزة دكري ليه ما انا الله محمد خلصت كده كده زفارة مش يحتاج الزيت بعد كده في حاجة. اه طبعا كده كده سواء يعني عملت الخطوة بيه او ما عملتهاش كده كده هترمي الزيت اللي بعد السمك ده ما بتعملش في حاجة. بس انت طبعا لما يبقى عندك كمية في سمك. اه اه الله محمد انت بمجرد ما بتقليك يعني اول اه اول مرة وتاني مرة فيه. اه يعني اول مسلا هتقلي سمكتين في الاول وبعد كده سمكتين التانيين هيبدأوا ان هم لون هم يغمق عن اه اللي قبل كده. وهتبدأي برضو الدفعة اللي بعد كده هتبدأي هتلاقيها خلاص اه ببتدت تتحرق معاك تتشوط لان الزيت اه الله محمد اه يعني دي انزل فيه والزيت تتحرق ومش حلو معاكي فهيبدأ الله محمد اول دور مش هيبقى زيتاني دور مش هيبقى زيتاني دور هيبدأ ان هو الزيت اللي سمك نفسه تحرق معاكي وتتشوط كده بقى محروق ويبقى مش حلو. اه الله محمد فانتي هتدقي انك انت هتعملي الخطوة اللي بقولك عليها دي علشان انت حافظي على الزيت اه يكون معاكي للنهاية رايق وحلو. تمام انا عملت ايه هنا في الله محمد في المية بتاعت الرز حطينا اول ما بتدت تغلي حطينا عليها معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة كبيرة من الكمون وكمان معلقة كبيرة من الارفة لو عندك اه عيدان حطي انا كانت خلصانة بصراحة من عندي فحطيت ارفة مطحونة وهبدأ ان انا ايه او تغلي بالرز. اه الله محمد زي ما قلت لك كمية الرز على قد كمية المية. تمام? اه خلاص قلبنا ده كله بقى مع بعضه. هنحط الملح بتاعنا برضه عشان انا سيدي حط الملح قدامك وتفاصلت الكاميرا يعني. فالله محمد هنحط الملح. وآه نرطي بقى ونسيبه يستوي. تمام? اه الله محمد في نفس الوقت اه هنبدأ اللي احنا نقل بالسمك كده. وكمان جنبنا كده كله مع بعضه يعني انا نحط الرز على عين والعين التاني على السمك وهبدأ برضه جنبهم كده ان انا اعمل السلطة يعني كله كده في وقت واحد علشان لما الرز يستوي يكون السمك خلاص خلص برضه اتحمر. وفي نفس الوقت آه الله محمد السلطة يكون جاهزة وكل الاكل يكون جاهز. طبعا هاخسل بصل وكمان آه الله محمد هجاز برضو آه بتاع لامون مخلل وكده. وهي الله محمد آه لا النهاردة مش هحط لامون بعشان تسيرت بالصراحة كل مرة لامون. هحط بتنجان مخلل. انا كنت عاملة على فكرة بتنجان المخلل ده من سنة. والله العظيم من سنة. وهتشوفه دلوقتي كأنه لسه معمول. آه الله محمد كنت كاميرا البتنجان يعني لو عايزين الطريقة بتاعت كاميرا البتنجان. انا مش هعملها لو حد طلبها مني. ما حدش طلبها مني مش هعملها. تمام? آه الله محمد آه هعمل تبقى ان انا جاهزة السلطة. شايفين بقى عمل بقى السلطة. آه بسرعة ازاي? شايفين? كل كله سريح سريح كده يعني. تمام? يعني انجزي شغلك كله يعني زي ما قلت لكم انا بوجه كلامي للبنات اللي لسه يعني اول مرة تخلو مرضة. تمام? عايزينك بقى ايه? يبقى شطورة كده وتنجزي كل شغلك كله في وقت واحد. يعني خش المطبخ كده بقلبي جامد شمري كده وادخلي. طب احنا مش مشمرين يعني عشان احنا قدام الكاميرا يعني. في الطبيعي في العادي بنشمر كده عشان يعرف نشتغل تمام? عارف ان شمر يعني تلم كده الكمة بتاعك لفوق. آه الله مصد محمد عشان تعرفي تشتغلي. يعني عشان انا قدام الكاميرا فعمش عارف ان انا اشمر يعني. تمام? آه انا كان ممكن اسيب السمك للون الدهب اللي انتو شايفينه قدامكو ده. بس انا يعني بحب بصراحة او كلنا هنا برضو بنحب السمك السمك هتكون ناشفع يعني تكون متحمرة شوية كده زيادة عن اللزوم تمام? فالله مصد محمد آه خلاص حمرت كل كمية السمك. وزي ما انتو شايفين كده في ثواني ثواني خلصت كل الاكل وكل بقى جاهز. آه السمك بصراحة تحفى شايفين اللونه حلو ازاي? يعني على الرغم ان انا محمرة برضو زيادة بس ما شاء الله لونه حلو. آآ والرز كمان بصراحة تحفى جميل جدا. طعم وخرافة. انا بحب الرز الصيداء ده بحبه بصراحة. والله مصد محمد كمان شي مقدس كده البصل اقدر او لما فيش كمان بصل اقدر. ان احنا بنعمل بصل كده حلقات البصل الناشف العادي بتاعنا. فالله مصد محمد بنبدأ اللي احنا برضو نعمله كده نحط على شوية خل. آآ جنب السمك بقى والرز بيبقى جميل جدا. وابقى الفهنة وشيفة يا رب. عايزاكي بقى ان انت ايه? يعني انت لو بتعمل اكل لكم مش شرط كل طيوفك. يعني انت بتعمل اكل لكم انت وجوزك انت وجوزك واولادك او انت وعيلتك يعني حماتك وسلفك ومعرفش ايه لو انت في عيلة. فمش تحط بقى الاكل كده ايه? ايه كلام مخلاص لها بصي. انت تحاول اللي انت الله مصد محمد حليك شطرة كده وخليك يعني الناس كلها يعني تاخد عنك فكرة كويسة. اللي انت اه انا بريك دلوقتي يعني بقى له سنة ونفس اللي هو المحتفظ بيه ومشاء الله. اه يعني انت تزيين الاكل كده وانت بتحطيه. يعني مش تحط الاكل كده وخلاص تغير في كده وخلاص يعني. يعني زي ما احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البقء. المنظر ما يبقى اه حلو قدامك. الواحد نفسه كده بتفتح على الاكل. خليك شطرة كده وقومي على طول خلاص شغلك ما تبقاش كثولة. وكمان زي ما قلتلك زبطي كده في اكلك وفي حاجتك. اه 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 المصد محمد الكل هيحبك والكل هيدعي لك. ويلا بقى حطيلي لايك لو انت ما حططيش لسه اللايك لغاية دلوقتي. انا عارف ان انت كورا معي الله هطولي لايك. واشتركوا معي في القناة لو انت مش مشتركين. واستودعكم الله. اللازل لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.